عندما يتواعد شاب عربي في اس عندما يتواعد شاب سيني إذا تزوجتني سوعتك كل ما أكسبه من مال تقفلت الزواج مني فلا داعي أن تعملي لكسب المال سأتكفل بمصاريف البيت الشباب الصينيون مميزون في الرياضيات لغادي نظر عما إذا كنت تشيرين الخطروات أو الملابس أو مستحطرات تجميل يمكنني مساعدتك في اكتشاف أرخص طريقة لشرع أنا أجيد اللغة الصينية والعربية والإنجليزية والفرنسية يمكنني استحابك إلى جميع أنحاء العالم نحن شباب الصينيين مفكرون ومرعون للشعور ونعطف على الآخرين ونعمل صديقاتنا بشكل جيد للغاية ولا نزيد هنا أبدا لا أحد يستطيع أن يقارن نفسه بنا في البطولة ما دمت هنا لا أحد يستطيع أن يتنمر عليك في الواقع خلقت الخلفيات الثقافية مختلفة شخصيات مختلفة لو لا اختراف الأزواق لا بارد السرع الرجال الأعرب لا يتحنون وليسرفون كخولة موظمهم يعودون إلى المنازل لمرافقة زوجاتهم وأدفالهم بعد العمل وتقريبا معذرون عن طبيعة الفاسدة هذا أمر يستحق السناء وبسبب النظرات العائلية قوية موظمهم يحبون الأطفال مقارنة بالعائلية الصينية التي لديها طفل واحد أو إثنين فقط في المعظم العائلات الأعربية لديها أربع أو خمسة أطفال بالإضافة إلى ذلك فهم أتكاء جدا ويجدون تعلم من مدايا الأخطرين منذ الأصول القديم كان العرب يجدون تعلم من بردان أخرى لقد استعبوا ثقافة مختلفة مثل يونانية والفارسية والصينية فخلقوا لنا ثقافة العربية الغنية والمراونة الآن وحسب تقرير تايمس بليطانيا فإن الرجال الصينيون يتميزون بسلسات جيدة مثل العمل الجاد والفسابر إنهم مسؤولون ويساهمون في العمل الرجال أكثر وسابة في الصين هذا العام ليس أكثر من الخبير في الجهاز تنافسي الأكاديمي شونانشان أصاحب 84 عاما في وقت الذي اجتدت فيه الحاجة البلاد والشعب إلهي خرأ إلى الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء للبحوث عن طرق العلاج والسيطرة على الوباء فأنقذت حياة عديد من المصابين يون لوم بين المعروف باسم أبو الأرز الحجين السيني نجح في تطوير تقنية تحجين الأرز المائي من أجل حل مشكلة العجز الإيزائي الموجودة في الصين ودول العالم أخرى وأشار تقرير إلى أن أعلى معدل لإنتاج الأرز المحنج وصل إلى حوالي 23 ألف كيلوغرام لكل هكتار لقد طورت كل دولة صفات متميزة لا حصل لها في تاريخها طويل وبفضل تعايش الثقافات المتعددة يظهر عالم جمالها وتنوعها كما يدل على ذلك المزيد ومزيد من الحالات الزواج بين المختلف الجنسيات في المجتمع الحديث لذلك عندما تبحث عن رفق الحياة ما هي المعيال التي تريد أن تتوفر فيه مرحباً في مشاركتكم